اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افرد انت عايش بروحة افرد بتلا اني مش هنعايش بروحة انا طول حنتجوز تقدرش تعايش بروحة قوة امدرش اصلا لو تخلفنا وطلقنا حناخدوا حدا تانية فامر طبعا وليش ما تاخدين ثلاثة بالله ايه وفكرت في الاحتمالها واتصدق واحدة في طرابلس وواحدة مثلا في انت وان ديما تمشي مثلا انا ديما تمشي في الصيف الصبراتة وانتق واحدة صبراتية انطيع من تخطر انت منا نمشي بالصيف للصيف لمشي لأولا شore اه عادي ودير واحدة في الزاوية ودير واحدة في طرابلس انت ليس جايهة لي طرابلس قائحة شوة بنواحدة في السريعة موقعول واردت سريع سيحة ما ندرسنا في التغدة او ليا فبعدين ندير اغدانه من سجي رشدو تكسكاس هذه انتو في الزاوية اية رشدو تكسكاس او مثلا رشدو تكسكاس او مثلا رشد او تكسكاس لا ندوروش فيها وفوت موضوع العصيدة شوية الليلتن موند اللي هي يوم الجنديين نحن نقوله الجنديين ممكن تعملت العيلة لا في المدينة حكيلي عن مدينة بصيفة عامة مدينة بصيفة عامة قبل وبعدين تخصصلي هيك نشتي في الحوش جو نقول شربينا في الحليب ما الله فيصير زي ما قلت لك احنا اغلب منطقتنا يا محمد في الليلتن موند تعتمد على نشيني زيارة العائلية ينتموا مثلا خوش الجد هكي مثلا طوست شاهي مع الكعاك مع الجنديل مع جو الفرحة هادي ويبدو صغير يدهروا علينا هون عنده حاجة تعطيه 50 جارج دينار معنى حالة فلسفة يعطوا فيهم مرات خبز الطاجين ويسكتوا فيه العيل ويسكت العيل انا عارف الموضوع مفيش هو اصلا جا في وقت هكي الله غالب عليم اسكين شنان انت كام اخرى بس وهذا تقريبا وفيه لي ما يحتفلش في منطقتنا ما يحتفلش يقولك انا يحتفل بي بقلبي بس يعني مش لازم جول هذا ما هي كل حده كل واحد وطقوسه 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 وقناعته في المناسبة هادي ترجده طبعا تنوضه طبعا انت عافك تنوض ساعة خمسة الفجر ايوه انت ارتصقاهو انت ارتصقاهو كل يوم ساعة خمسة الفجر بعد ما صليت الفجر فانا امي بعدها هي اللهم امين يا رب يسرى الله هداية لك بالمقابل فبعدين انا جتني نية في عصيدة ما نعرفش اني قصة معاني ديما نوضه ونتعرف اني نوض باكري ما جيش نية في عصيدة انا كل يوم جت عصيدة الله ما يجت قتلها مامي نعم؟ ماما لا قبلها مامي فعصيدة اربي احفظ لك مامي ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين فقلت العصيدة قلت لك كيف شن عصيدة هي طب كيف نايدة كل وقت فشبحوا تيكي شبحها متاعها وتعوتها القلقة ها ديما تقولها يومي انا عندي جايلة تور بعدين ده ربي طيبة عصيدة الحاج طيبة للحوش كله ملتمش عندك محد يوم العصيدة وانتو حوش كمبقى حوشنا بس لا لا كليتوها بروحك بروحنا بس هاي بش يديرو فيها بالعسل والرّب والسكر كيف من يبي؟ نبعد عليه العسل معانا راهو في واحدة في عسل انا شوف نديرو في الزيت الزيتون وين يديرو فيه؟ في العصيدة نفسها في الصونية لا مناكلش فيها الزبدة لا مناكلش فيها الزبدة أصلا بك ما حاجة فيها زبدة بسي حلوتها بالزبدة ما نعم نحبهاش بالسيف تمام بسي حلوتها في زيتون ووحدة فاكية مثل الفنجان فيها العسل وفيه رب وفيه سكر كيف متبه؟ وين متحب أن العسل لا ندور فيه سكر بيه الرب الطبيعي يدور فيه؟ الرب طبيعي يدور فيه؟ من منطقتنا صار فيه صار بوغير بيه سبنا بيه رب رويته وانت بسيطة يروحك ايوه شريلي اشريلي اخوض لي من الجيران تمام باي خوض لي ليترا تمام لاني نجايتني علي عصيدة ليم الجاية من الدينية فيها طبعا بيحكي لي انت توفيحوشكم شدير وتقوصكم وعادي ليلة المولد حووشو له في بنغازي بصفة عام انتم عائلتكم انتم والله يسمعني اولا طبعا مديد بنغازي طبعا من قبل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تلقى الخيام اللي هنا على الطرقية هذين وتلقى الشباب التنمين طولات وجوا العيد الصغير جوا في رمضان يبيعوا في الألعاب وكذا بس طبعا شان يبيعوا في جناديل يبيعوا في الشماعي طبعا نتوى خشو حاجات اخرى لما اعجبان نشي اني شوفين حتى هنا شفتنا حتى هنا في طرابلس اللي هي الشجرة متاع الكريسمس هذين متاع النصارى هذين مش عيدنا يعني طبعا هما عيدهم يبيعوا في القديل يحتفلوا معانا هما مديش ويشروا فيها الناس بكثرة اللي يملي فاتها من الصفح هكي على الفيسبوك وعالسناب وكذا نلقى في ناس ننزف فيديوهات في الحوش مع بنا كلها ذوايا لضاءات لي هنا الألوان هذين الأحمر والأخضر ومشانا هذين اللامات صغيرات ايه ايه والي هي كيف الشبكة ذي هيكي فيعني حاجات اول مرة نشوفها حاجات غريبة ممكن اني ممكن ليا فترة معا ولا تسكت محمد حتى شفت حاجة جديدة في هذا في الميلود اللي هي رصيدة بنتين لها يعني تخيل لا ما زل حان حكي أصبر عندي قلبي مليانة يعني اصبر كانت محلبية ايه معاه شعور كانت محلبية ايه كانت ومحلبية كونتا محلبية هذين الله يقولها محلبية هي أصلا محلبية من الجول العربية ظلانا اتحرفت بالليبي محلبية محلبية ايه محلبية المهم فتلقى الاحتيفالات والذينة في الشوارع والإضاءة وتلقى جمعات محلات متفقين من المحل لك أنت مثلا ومحل ينام قبلت بعضنا نجيب ونضيه هكي ونضيه في جو يوم المولد في الليل العائلات أغلبيتها طبعا يتمو في حوش الجد مثلا أنا عمامي وكذا نتمو وين في حوش الجد نحكي لك أننا زمان صغار حتى الجنديل زمان كان جنديل ورقي هو يصفت هكي وتفتحة تضع فيه شامعة تقام كان تثبيت الشامعة فيه شامعة تضع فيه حودي ما ينحرق المسكين كان وقال بيك هكي وقال طاحة الشامعة هكي ولا هكي وتولع فيه النار تمامه فهذا كان زمان هكي هذا اللي عنده بيلة مزيح هكي عليك هكي كانت ثلاثة جنيه وبجنيهين ببيلة زمان والجنديل هذا كان بربع جنيه تحقق طبعا فأنت عندك بيلة معنى أنت هكي عليك هكي بعدين طلعت حاجة أخر اسمها الليزر 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 هو متاع العينية كعيون نسموت ولاي لا صح محمد ذكرت كبيرة عن الكلم ما شاء الله أنا نسي الكلام هذا كل ففي شنو فالشباب شنو الأطفال يقولوا بابا 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 نبي ليزر ربي مشان شنو ببيلة كذا تقعيط علي حاجات هنا الجديدة تول نشوف فيه هنا الآونة الأخيرة يعني أن الخط لوح قاعد هو أساس كل شيء قاعد عيد للخط لوح مش لايدي احتفال بمولة النبو الشريف هذي من جيه خط لوح خط لوح للأسف إنه قاعد ينحطن عليه مبالغ طائلة وكل طاولة تقام بيو فيه خط لوح للأسف هذا شي مؤسف من ناحية أخرى فيلي هما الناس جماعة الجوامع وكذا يديروا مثلا كيفما تقول احتفال كبير يوزع فيه في الحلوى ويوزع فيه في الهنا ممكن هنا في طرابس شوفت حتى بسيسة أو حاجات تراثية الليبية بسيسة التمر أو يحتفل يقولوا في أذكار يقولوا في كذا ويطلوا حتى في الشواري يقولوا في أذكار اللهم صلي عليه أنه محمد وكذا 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 هذه من جهة من جهة من جهة الأخرى طبعا العيال هما يلعبوا في الحيشان يقولوا شنو يبقوا نذكرها نحن طفوا في الضية جنان في حوش جدي طفوا في الضية جنان كله من عيال صغار طبعا نحن نبسين نبسة جديدة عاد وكذا نبسة عبيضة طبعا سوال واسعك طبعا شوفوا صوريتها فارات أنا صغير نقول شنو مو شنو تبقى تنديل أنا شكت نلبس أنا المهم نقولوا نبرمو نقولوا هذا قنديل وقنديل يشعل في ظلمات الليل هذا قنديلك يا حوى يشعل من بارح لا توا ففهمت فهي حاجات واجد يعني هذا قنديل الرسول فاطمة جابت منصور هذا قنديل كذا فهمت أغاني الأغاني هذين طبعا بنت ننسى فيها أنا نتوها أكيد أكبرت حمد خلاص يعني هذه ممكن منذكرها كنت صغارك تويغنوا لك في الأغاني هذي والله أنا صغاري هنعلمها مكة بإذن الله ترجمة نانسي قنديل